وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة لدى ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات وجه سموه بحزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وذلك بهدف ضمان المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في الدولة ودعم القطاع الخاص في هذه المرحلة وقضت التوجيهات الأميرية السامية بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص من أجل مساعدته على مواجهة أي مصاعب محتملة وتمتعه بالمرونة الكافية المصرف المركزي سيقوم في إطار هذه التوجيهات بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقصاط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر كما يشرعوا بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقصاط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر أما بالنسبة للصناديق الحكومية فقدت التوجيهات السامية بزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري كما يقوم المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة سمو الأمير المفدى وجه كذلك بحزمة من القرارات المتعلقة بدعم قطاعات الدولة وتتمثل في إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك كما قضت التوجيهات السامية بإعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر وهي قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين والمناطق اللوجستية هذا فضلا عن إعفاء من الإجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر اللجنة العليا لإدارة الأزمات جددت الدعوة لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة والمواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بجميع الإجراءات واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة